من أقصى الشمال إلى الوسط ومن الوسط إلى الجنوب معاناة نزوح تفرضها إسرائيل على سكان غزة منذ بداية عملياتها العسكرية ضد القطاع والآن وصلت رحلة النزوح إلى ذروتها بحشر ما يقرب من مليوني فلسطيني في مساحة جغرافية ضيقة للغاية وتجدت المخاوف من مخطط ذهجير قسري لسكان القطاع إلى سيناء وهو مخطط حذرت منه مصر مرارا واعتبرته خطا أحمر لأمنها القومي البداية من شمال القطاع بإجبار سكان مدن وبلدات بيت حانون وبيت لاهية وغزة ومخيم جباليا على النزوح والتوجه إلى الوسط ومدينة خانيونس وبعد إجبار غالبية السكان على المغادرة بدأت إسرائيل عمليتها البرية عقب انتهاء الهدنة انتقلت إسرائيل إلى مرحلة ثانية لتعيد تهجير الكثير ممن سبق تهجيرهم وإجبارهم على التوجه إلى رفح على الحدود مع مصر وتعرضت مدينة خانيونس لقصف جوي ومدفعي مكثف تمهيدا لعملية برية مماثلة لما تقوم به إسرائيل في الشمال لملاحقة من تقول إنهم قادة حماس وبموجات متتالية من التهجير وإعادة التهجير تكدست أعداد ضخمة من النازحين في رفح ومحيطها والتي لم تسلم بدورها من قصف جوي إسرائيلي عنيف استمرار النزوح والاقتراب الشديد لهذه الأعداد الهائلة من الحدود المصرية جدد غضب ورفض القاهرة لمخططات تهجير لتعيد التحذير من محاولة المساس بأمنها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أعد تأكيد على الموقف المصري الرافض لمحاولات التهجير وحذر من أن محاولة دفع الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج ومنذ اندلاع القتال في غزة حذر كبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي من مخططات التهجير وتبعاتها على العلاقة مع إسرائيل وعلى المنطقة وقبل أيام وفي تصريح نادر تطرق وزير الدفاع المصري إلى تطورات الوضع في غزة وقال إن القضية الفلسطينية تواجه منحنا شديد الخطورة وأكد جاهزية وقدرة الجيش على حماية البلاد